الشأن السوداني حيث أكد قادة حركة الاحتجاج اتفاقهم مع شركائهم من قادة الحركات المسلحة على العمل سويا من أجل تحقيق سلام شامل في مناطق النزاع بالبلاد بعدما أبدت هذه المجموعات أو الجماعات المسلحة تحفظات على اتفاق لتقاسم السلطة مع المجلس العسكري ووقع تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات والمجلس العسكري الحاكم اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا وهو مطلب رئيسي للمحتجين لكن ثلاثة مجموعات مسلحة أعضاء في حركة الاحتجاج عارضت الاتفاق معتبرة أنه فشل في إبراز أولوية إحلال السلام في مناطق الصراع الثلاثة وهي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي السوداني عبد الكريم سليمان سيد عبد الكريم قوى الحرية والتغيير وقوى المعارضة اليوم تؤكد اتفاقها مع جماعات توصف أو هي جماعات مسلحة وتوصف بأنها متمردة كيف يحدث ذلك؟ طيب مساء الخير وهذا شيء طبيعي جدا كنا ننتظر هذه الخطوة منذ بداية الثورة ولكن أن تأتي هذه الخطوة مدأخرا خيرا من أن لا تأتي هذه الجماعات هي نعم جماعات متمردة على السلطة القائمة ولكن هذه التسمية ليست بصفة سيئة هي تمردت على نظام البشير كما جميع الشعب خرجوا إلى الشوارع متمردين ورافعين شعارة تسلطة لكن الثورة بقيت سلمية طوال هذه الأشهر اليوم القوى الحرية والتغيير تعقد اتفاقات وشراكات مع جماعات مسلحة ألا يضر ذلك بالثورة وسمعة الثورة؟ هذا يحسب لقوى الحرية والتغيير وكذلك يحسب للجماعات التي تحمل السلاح هذه التنظيمات التي تحمل السلاح منذ أن قامت الثورة وضعت السلاح جانبا وتوقفت وهناك عدة بيانات قيلة فيها أن في حال سقوط البشير سنلجأ إلى الحوار وكذلك إلى السلام وهذه خطوة أولى في اتجاه السلام من الجيد جدا أن يدخل الحركات التي تحمل السلاح في السودان نحن نقول لا نسميها حركات متمردة نحن نقول عليهم في السودان الحركات الثورية ولديهم مطالب مشروعة لذلك جميع السودانية تعاطفون وهذه الخطوة أيضا وجدت ترحيب من الشارع السوداني ثم أن المجلس العسكري تلاعب على هذه النقطة دائما يتحدثون عن أنهم الضامنون لوحدة البلاد أنهم الضامنون وأنهم الحافظون على أمن البلاد من الجماعات التي تحمل السلاح الآن الجماعات التي تحمل السلاح هي جزء من الثورة وكذلك هي الآن أبدت رغبتها في السلام هذه الاتفاقية التي توصل إليها أستاذ عبد الكريم كان هناك اعتراضات كثيرة من هذه الجماعات المسلحة للاتفاق بين القوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري وعرضت الكثير من البنود ما الذي جرى اليوم لماذا تغير موقفها يعني اعتراضاتهم لم تكن عبثا كانت لديهم مطالب ومطالب مشروعة جدا بالذات في موضوع الحرب والسلام جاءوا إلى عديس أبابا مع حلفائهم في قوى إعلان الحرية والتغيير وتوصلوا إلى هذه الاتفاقية هذه الاتفاقية شملت كل مطالبهم الأعضاء قوى إعلان الحرية والتغيير استمعوا إلى مطالبهم وكذلك يعني بعد جهد طويل توصلوا إلى اتفاق أن يضمن هذه النقاط التي اتفق عليها في أديس أبابا في الوثيقة الدستورية كذلك في الوثيقة السياسية يعني ماذا تقصد عندما تريد أن تحقق سلام شمل في مناطق النزاع وهناك ثلاث مناطق نزاع وهي يعني دارفور جنوب كردفان والنيل الأزرق حركتان من الثلاث حركات هما من دارفور الآن هناك تبقى في حركة أتحدث عن الأجسام الكبيرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد الحركات التي هي دخلت في هذه الاتفاقية حركة العدل والمساوى هي من دارفور ولكنها يعني لديهم يمكن أن تساهم في هذه الملفات في مناطق النزاع الثلاثة نعم تساهم والآن هناك اتصالات مع الحركتان الكبيرتان حركة تحرير السودان جناح القائد عبد الواحد محمد أحمد النور وكذلك الحركة الشعبية جناح القائد الحلو هناك ربما يتوصلون معهم أيضا إلى تفاهمات ولديهم مطالب هذه المطالب هي مطالب موضوعية ومشروعة جدا والجماعة يتفق معه الصحفي عبد الكريم سليمان شكرا جزيلا لك